اهلاً مشاهدين الكرام رمضان مبارك سعيد مع أن اليوم الأستاذة عائشة القلاة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا هذه الجمعية التي تأسست مؤخراً لحماية حقوق الضحايا في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع أو عدد من الحقوقين عن حقوق المتهمين اليوم سوف نتعرف على جانب آخر وهو جانب متعلق بحقوق الضحايا أستاذ عائش القلاة مرحباً وأهلاً وسهلاً بك شكراً شكراً للموقع أنفس على هذه المبادرة خصوصاً لجت فحد الضرفية ديال نقاش مجتمعي حول موقع المتهم وموقع الضحية كأطراف النزاع أو المنازع الجنائية كأول سؤال بسلقالها شنو هو السياق لتأسيس الجمعية المغربية للضحايا أو لحقوق الضحايا طبعاً كأعرف الجميع أن بلادنا شتغلت في إطار النهوض بحقوق الإنسان منذ زمان يعني عقود هذه الإطارات مجتمع مدني جمعيات كتشتغل في إطار مناهضة العنف ضد النساء منهضة العنف وحماية الأطفال إلى غير ذلك من الواجهات ديال النيضاء المجتمعي بالنسبة للجمعيات الحقوقية طبعاً بالنسبة لنا كجمعية حقوقية تدافع عن الضحايا خاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية ضحايا الاغتصاب ضحايا جرائم الاستغلال الجنسي والجرائم الخطيرة كنظن بأن هذا جانب سواء تعلق بالنساء أو الرجال أو أطفال كل شرائح المجتمع هذا واحد الجانب اللي مازال مجتمع ديالنا أو الجمعيات على العموم ما اشتغلت في هذا الباب لكي يخص الضحية لأن الاتجاه كله كينصب حول المتهم حول ضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة وتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة العادلة في حين أن الضحية كطرف مورسة عليه أو مورسة عليه أفعال إجرامية كنلقوا بأنه منسي في إطار هاد المنازعة الجنائية اليوم كجمعية واللي صياق ديال تأسيسها كان في كرام من خلال بعض الملفات اللي اضطرحت على القضاء المغربي يمكن احنا في بلادنا متأخرين في هذا المجال لأنه في مجتمعات أخرى في دول أخرى الجمعيات حماية الضحايا متعددة وتناضل في واجهات متعددة ولكن احنا كنعتقد بأنه اليوم حان الوقت باش يمكن ندفعو في هذا الاتجاه ديال أن صوت الضحية يوصل صوت الضحية لا سواء بالنسبة للمشرق ولا سواء بالنسبة لقضاء ولا سواء بالنسبة للمجتمع ككل اللي مازال ما كيقبلش النقاش في قضايا وفي ملفات اللي كتشكل طابو في المجتمع المغربي كنظن النوج ديالنا الحقوقي والوعي الحقوقي وصمنا الواحد المستوى ديال أننا اليوم تكلمو والضحايا اكسروجي دار السمت فيما يخص نوع ديال الجرائم اللي يمكن كتخلق حراج وحساسية داخل المجتمع يمكن في مجتمعات غربية كذلك ولكن حرحنا كمجتمع في المحافظة فضل هذا التحرك دلكم من الحقوقي وش مكشف بأنه يفتقد إلى سند التشريعي كنت تكلمو على الدستور كنت تكلمو على نصوص تشريعية تركز بالأساس على حقوق المتهمين في حين حقوق الضحايا منسية طبعا إلى رجعنا واحد شوية التاريخ ديال السياسات الجنائية في دول أخرى طبعا حقوق الضحايا الجانب ديالها أو النصيب ديالها في التشريعات الجنائية ضعيف جدا هالشي بهاتلي تشريعات أخرى يمكن نشير الكتابات ديال لومبروزو في ري في إيطاليا في النصف الثاني من القرن 19 اللي برزات بدت تكلم على الضحية كطرف أصيل في المنازعة الجنائية يمكن إحنا معدنا سنة ضعيف على أيين لأن المشريع مشاحته هو في التجاه اللي مشات فيه مجموعة ديال الدول المشريع مشاحت في تجاه حماية المتهم على اعتبار أنه طرف اللي يمكن إما تسلب منه الحرية أو لمهدد بأنها تسلب منه الحرية من أن على الفعل الجرمي اللي ترتكب وبالتالي الجامع صب الاهتمام دياله منظمة حقوقية الجمعية العامة للأمم المتحدة كلها صدرات مجموعة ديال القرارات ومجموعة ديال التباقيات على أساس توفر الحماية والضمانات المحاكمة العديلة للمتهم في حين تغفلات الضحية هذا هو الإشكال مع أنها طرف والطرف الضعيف في المعادلة إذا رجعنا الفصل لول من مجموعة القانون الجنائي المغربي في التعريف والجريمة كيعتبرها بأنه الفعل اللي كي علش كان عقبوا عليه لأنه يحدثوا اضطراباً اجتماعياً وكيتعقب عليه الجاني ولم يتم ربط هذا الفعل بالضرر لكي يلحق الضحية يعني الأطراف هنا بالنسبة للقانون الجنائي هو الفاعل والمجتمع وليس الفاعل والضحية والمجتمع كذلك لا القانون هذا هو الجاني اللي كان بغن أكدو على أنه كان واحد نقص كبير لخص المشريع المغربي يداركو طبعاً كان جموعة المقتضاية متناطرة بالقانون الجنائي والمسترى الجنائية والشريعات أخرى اللي كنت تكلم على حماية حقوق الضحية ولكن بشكل يعني إشارات لي هي ضعيفة اليوم حال الوقت حنا كان نعتبره هذا من المهام دي الجمعية اليوم أنها دي اقتراحات وفي إطار العرائد في إطار ما يسمحوا طبعاً به الدستور المشريع على أساس أن الضحية تولي طرف أصيل وتعطاها الأهمية الكافية لحمايتها خاصة إحنا كنشوفه اليوم شريعات أخرى نعطيك مئة ألف قانون التجار بالبشر شريعات أخرى منين وضعات قانون التجار بالبشر وضعات مستارة خاصة هنا في المغرب قانون التجار بالبشر ولكن في الإجراءات المستارية هي الإجراءات دي المستارة الجنائية العامة بالتالي المشريع اليوم أمام واحد الاختبار هنا نشوف تجارب ديال الدول الأخرى قريبها لنا لسلكات هذا المستار هذا لا في فرنسا ولا في إيطاليا ولا يعني الاتجاه اليوم أنه الضحية موقعها خاصة يبرز نعم من خلال هذا يبرز حقوق الضحية هذا إطار نظريتك لمنعلي إطار الواقع الآن هو أنه تأسس الجمعية تأسس على خلفية مجموعة من الضحايا وضعية هذه الضحايا خاصة كما قلت بالنسبة للجرائم الجنسية اعتداءات الجنسية الخطيرة وخاصة اعتداءات جنسية في أماكن العمل من طرف إما الرؤساء لمرؤوسهم أو بالنسبة لزملائهم النساء أو رجال وخاصة كذلك بالنسبة الحالات ديال الأطفال اللي يكونوا ضحايا لأعتداءات الجنسية هذه وضعية اليوم أنا من هذا الموقع أحيي هذه النساء خاصة وأحيي كذلك الشاب اللي يمشى أوضع شيكاير بنسبة الملف المعروض على القضاء طبعا إحنا لا نناقش قارنة البراح هذه مسلم بها والقضاء هو ولكن أنا كجهة أدافع عن الضحية أعتبر بأن طريحات الضحايا حقيقية لأن أنا أدافع الجهة المتضررة ما له الدفاع عن القارنة البراءة هو المتهم ودفاعه وافتجاه المحكمة والجهة الاتهام أما أنا فأدافع لأن هالضحية الواقع ديالها إحنا الملف توفيق بو عشرين تتبعه الجميع وتتبع المجتمع المغربي والرأي العام تتبعنا فيديوهات 56 تقريبا فيديو مصورة فيه أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي اللي هي اعتداءات جنسية لرئيس في العمل على مرؤوسيه وهما صحفيات وموظفات وإداريات داخل الجريدة اليوم أمامنا ملفات أخرين هذه غير ملفات اللي بين ولكن كاينة ملفات أخرى لأن الواقع ديال هاد الملفات وهاد الجرائم ما زال كتخلق حساسية في المجتمع المغربي بقى للمجتمع المغربي ما كيقبلش أي واحد يصرح ويخرج للعالان ويقول رهت تعرض للاغتصاب بل حتى الضحية نفسها ما زال أحيانا ما مقتنعاش بأنها ضحية ممكن كتقولي لخرش أن المجتمع نولي التهامات كتتوجه لي على أساس أنه ما كانش علي نقول هاد شي أو لما كانش علي ندير أنا أفعل لي وصلت لهاد شي بمعنى الضحية كتولي لي كتعاقب نفسها ما زال يعني هاد شي كله كيحتاج العمل عمل كبير لمشيغي الجمعية اللي غادي تديره مجموعة المتدخيلين بالإضافة لجمعيات أخرى بالإضافة الواجب اللي يمطرح إلى المشريع من سوال الواجب اللي يمطرح إلى القضاء أنه هاد هاد الضحايا اليوم كي يعانيوا قبل ما ترتاكب عن اليوم الفعل أثناء ارتكاب الفعل ومن بعد ارتكاب الفعل لأنه ما كيقدروش من بعد يواجهوا المجتمع ضحايا توفيق بو عشرين اليوم عندهم وضعية اجتمائية ونفسية صعيبة يعني عايشين في واحد الوضعية ما قدرينش يولجو سوق الشغل ويبحثوا على العمل لأنه ما يمكنش الآن شي رئيس مقاوالي قبل أي وحدة من الضحايا دي توفيق بو عشرين الاعتبار أنه هاد سيداء كانت عندها الجرأة أنها تفضح واحد الجريمة ارتكبت هاد يولي كيخاف منها وبالتالي هو تفادي يا لأي ما قبلته وضعية نفسية كيتعالجوا الآن مجموعة منهم عند أطباء نفسيين وكي يخدوا الدواء يعني المخلفات ديال هاد الجرائم كتبقى عيشها معهم هاد شي هاد شي هادش كنت إذا فتن إلى الوصم الاجتماعي طبعا لي كيبقى تابعهم لأنه أنا كما قلت لك احنا في مجتمع محافظ ما زال ما كان قبلوش أننا نتكلمو في هاد شي في أوسطنا الحاداتية وأوسطنا النخبة ما زال ما كانت قبلش فابل أحرار أوسط الاجتماعية والشعبية أنها تقبل تحدد في هاد المواضع وبالتالي هاد الضحايا احنا بغينا نفتحوا ليهم يكون عندهم موحب العنوان فين يمشيوا فتحنا ليهم هاد المجال والسنة جمعية على الأقل القاول اللي يستمع عليهم على الأقل غايل قاول اللي غايت بالنم يلفاتهم على الأقل اللي غايل قاول اللي غايتفهم وضعيتهم لأنه أي ضحية تعرضات الاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي كتكون في مشكل عند من تستجاه وكتخاف تولج ما كانش تسهيل أنه لولوج القضاء خص أنه يتم تسهيل لولوجهم القضاء وتوفر لهم الحماية رافض والأخرى كما قلنا في الفات ربما أفقى من تجاه البشر كين هذا الإمكانية المواكبة النفسي للضحايا لا مع الأسف كين القانون وكين نصوص قانونية كتقول حماية الضحية واللي غادي نبغنشير لأن الضحية حسب القانون الجنائي كتعتبر الضحية هو الشخص اللي ترتاكب في حق الفعل الجرمي البشر لا هذا في التجار بالبشر وسع المشرع من فهم الضحية على اعتبار توجه العالمي اللي غادي في هذا الاتجاه احنا رأى في القانون الجنائي بتجار البشر أعطى هذا يعني وسع من فهم الضحية ليش فقط الشخص اللي ترتاكب عليه الفعل وفحقه الفعل وحصله الدل بل كذلك المحيط دياله بل كذلك اللي يساعدوا على أنه يخرج من هذا الوضع كلهم كيعتبرهم المشرع ضحايا على الاقل هذه نقطة حسنة كتحتسب المشرع المغربي في هذا الاتجاه الحماية المشرع كما قلت نص على الحماية في القانون التجار بالبشر على أساس أن الدولة حسب الإمكانيات ديالها ستوفر واحد الحماية لضحيات التجار بالبشر هذه التجار بالبشر تحدث على الجرائم الخطيرة اللي فيها الاستغلال الجنسي والبيع ديال الأعضاء وبيع الأشخاص إلى غير ذلك هذه الجرائم الخطيرة كتقول المقتضيات ديال القانون التجار بالبشر توفير الحماية حسب الإمكانيات الدول إحنا عالنا في ملف اللي راج أمام القضاء واللي في ضحايا متعددة نساء واللي مع الأسف الحماية كانت محصورة في أنهم يرفقوهم الجلسة ومن بعد خارج المحكمة ما كنا مسؤولية مع العلم أنه كان قوله الضحية را عندها أضرار مادية واجتماعية ونفسية واللي كتبقى عيشة معها الدولة مسؤولة الحكومة اللي شرعت عن طريق المشريع هذا القانون ستوفر الحماية النفسية والمتابعة النفسية وال حتى الشغل لأن هذو الناس ما يقدرون يلقون الشغل هذا شيء غيبقى تابعهم وتابع حتى العائلات ديالهم وأولادهم والتالي القانون خلاه هذك الغموض في ذاك الفصل والضحايا ما توفرت لهمتا حماية وليومك يعاني وليومك يعاني ومن هذا الوضع ما لهمتا حماية هذا المعاناة بالمقابل كاللاحظة واحد نوع من المفارقة وأنه المتهمين سوء المدان يعني توفق بعشرين والآن المتهمين الراضي والريسوني يتحركون بواحد نوع من أرحية وبحماية وطنية بين قوسين وحماية حقوقية دولية وحتى إعلامية أيضا بالمقابل تحركم كجمية الضحايا يعني محدود فين كان المفارقة شنو كان بالتبط لا غير نسبة وأيضا أنتم متهمين بأنكم ضد إطلاق صراح ودلها المتهمين ضد إدراء لا 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 يعود لنا الكلمة الفصل في إطلاق الصراح التقدير كي يبقى السلطة التهمهم بعد الآن المين في فترها معروضة على غيئات الحكم ولهواسع النظر في النظر المسألة الإطلاق الصراح نحن ندافع عن الضحية نحن استراتيجيتنا كلها المحور هو الضحية والدفاع عن حقوق الضحايا طبعا ركينا جهات الاتهام التي تتابع وكان قضي التحقيق وكان المحكمة التي في الأخير لها الكلمة الفصل في القضية مع الأسف أنا كنت نتمنى أن هذه الجهات التي تدافع عن المتهمين في هذه الملفات أنها تدافع لكل المتهمين في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسية لم يكن أن توفيق وعشرين وعمار رادي وسليمان الريسوني ركي الملفات في المحاكم لم يتم تابني هذه الملفات كلها التي فيها الاغتصاب والتي فيها الناس مدانين وفيها الناس الآن متهمين في المحاكمات إذا كان الهاجس حقوقي يجب تبني ملفات كلها المشابهة لهذه الملفات مع الأسف التجاه في تسيس هذه الملفات هذا هو الغرض في تسيسي ما لا يوجد مشكل أنا كجسم مهاني الصحفيين يتعم زميل وما دي مسأل لي ما كدخل ليش أنا شخصيا مشكل ولكن الإشكال في نكي هو نسيس القضية نعتبر بأنها ملفات مفضركة نروج هذا أسطورة تقلت في ملف توفيق في عشرين وإحنا عاين 56 فيديو في الاستغلال الجنسي كيف يمكن نعتبر أن هذا ملفات سوء تفضرك واشاديك الفيديوهات مفضركة فيديوهات الخبرات أثبتت بأن صحيحة بل حتى المتهم أقر بأن بعض القطات فهذه أقر بأن بأن صحيحة المتهم نفسه خلال الجلسات المحاكمة وبالتالي الخلفية اللي كتحكم هاد الناس هو واحد النوع دي الابتزاز الدولة والأعتبات في هذا شي شنو هو أن أنا كنت وجه الخريج باش نضغط على الداخل وهذه محاولات اللي دارت منذ زمن يعني رحت في سنوات مضت كان هذا هو الأسلوب دي التعامل من أجل أن هو يتم بتزاز الدولة بجانب حقوقي طبعا تواحد ما ضد حماية حقوق الإنسان في المغري بالعكس وإحنا في هذا الاتجاف لأن الضحايا توا مباشر منحقهم التحمل خاص اليوم يتقرر في الجامعات كما يدرس علم الإجرام يدرس علم الضحية وخاص اليوم المشرعين تابع بأن الجريمة مشغلة تحدث الدراء بجتماعي تحدث الدراء الوحد سيدة اسمته الضحية خاص تعطاه الأهمية أما هذا النوع ديال وحد الجهات كان اعتبره مسألة غير مبنية على أسس مسألة فيها نوع من البتيزاز فيها نوع متسيس للأغراض معروفة وفيها خدمة تقديم خدمات للجهات معينة والخدمة للأجندة نحن نعرف لأنها كل مرة لأن لماذا لم تقوم بني بشكل لي لم يفتو في قبل 20 لماذا ترجع لي يمكن عمر رادي وسليمان رسولي من بعد هي ينتهي ونقلب على ملف أخر لكي نحاول ننتزل به الدولة وهذه مسألة معروفة وأشخاصها معدودين ومعروفين بالتالي الهم ليس حقوقي الهم في مسألة أخرى تحكمها خلفية استغلال هذه الملفات المصالح نعم تكلمت عن الركوب السياسي كان أيضا سؤال تطرح مقابل حزب العدل والتنمية على رئيس الحكومة فيما يخص إضراب الطعام الذي خذه الراديو والرسول وحلو أنه أيضا ضحايا لماذا لا تكلم حتى على الضحايا رغم أن تم مواطنين طبعا لأنه أنا أريد أن أقول لك أن اليوم ليس غير العدل والتنمية كانت مرلمانيين أخرين طرحوا سؤال في نفس الاتجاه أنا كن أظن هذه مسألة فيها أولا الهاجيس الانتخابي الناس كنت تستغل ملفات لعندها واحد التتبوع من طرف الرأي العام بشي بان واحد الاتجاه ديال إضراب عن الطعام هذا موقف شخصي المتهم أو إحتى الضحية يمكن لها تضرب عن الطعام بيرتفع لحقوقها هذا موقف شخصي ولكن ما علاقة إضراب عن الطعام هاد أشنو كان يرون نضرب عن الطعام وناخدو هاد الإضرابات باش نبززو الدولة والقضاء باش يتابعنا طبق الطالبات ديال نحن إولا نحترم استقلال السلطة القضائية كان اعتبر هاد البرلمانيين بأنه أخلوا بهذا المسألة أخلوا بمقتضيات دوستوريا نادخل رئيس الحكومة في السلطة القضائية دي ملفات معروضة على القضاء كيف نطرحوا سؤال على رئيس الحكومة نطلبوا منه يدخل وعلش تبعنا ملفات طريق رمضان وتبعنا ستروسكان هل تدخل أي مسؤول أو برلماني عنده رئيس الجمهورية باش يدخل في القضاء أو لعند الوزير الأول باش يدخل في القضاء علاش هالدوال هذي اللي اليوم فرنسا ديرها حملة ضد المغرية فيما يخص هذي الملفات علاش ما دارش حملة في الصالح طريق رمضان وستروسكان وغيرهم من علاش تبعات فرنسا سعد المجرد لمجرد صريحة الضحية ولا فرنسي ناتسند المتهم ولا فرنسي في ملفات كل هذه الاغتصاب ودي الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية لأن حقوق النساء وحقوق الضحية مقدسة في دولة الإعلان العالمي الحقوق للإنسان علاش حنا حنا هذو ضحايا من الدرجة الثانية ولا الدرجة الثالثة تهوما خصومة متعو بكل الحقوق اللي كاين في الإعلان العالمي الحقوق للإنسان وكاين في كل الاتفاقية الدولية اللي كتنص على حماية الضحايا وحنا مشي عدنا نساء ورجال وأطفال من الدرجة الثانية ولا تهوما وغادي تمتعو وغادي حنا كجمعية كان وضعه على عتقنا مجموعة دي المهم طبعا حنا في البداية ولكن المصار طاويل من أجل النظار أنه لا المشرع لا الجمعيات لا القضاء لا الجامعة لا كلهم يعرفوا بأنه كاين في إطار النزاع المنازع الجنائية طرف اللي هو الضحية واللي خصو يعني لأن تكتف الجهود لأن الوضع دياله ضعيف بالنسبة لما يتم الدفاع لي بنسبة المتهم الضحية يخصت وتاخد مركز ويكون توازن بين أطراف المنازع الجنائية أستاذ عائش أقول لا شكرا جزيلا لك أنت معنا وأنت رئيسة الجمع المغربي لحقوق والضحايا شكرا جزيلا إلى اللقاء مشاهدينا كيرام شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك